مثل قرار هادي بتعين محافظ جديد لتعز بارقة أمل لدى أبناء المحافظة في وضع حلول لكثير من أمن اللفات في الوقت الذي تتعرض فيه تعز لأبشع أنواع الانتهاكات والقصف المدفعي من قبل الميليشيا الحوثية قرار رئيس الجمهورية تعين محافظ جديد لتعز حرك المياه الراكدة وأنعش آمال المواطنين بها الحالة كثيرا من الملفات العالقة أهمها ملف استكمال التحرير والملف العسكري والأمني والخدمات الأساسية للمواطن القرار لقيت ترحيبا واسعا من مختلف القوى السياسية والشرائح الاجتماعية ومعظم أبناء تعز وكما وقفت الغالبية تلك خلف المحافظ السابق أعلنت وقفها خلف المحافظ الجديد قايا شائكة في الحقيقة ونحن ندرك صعوبة المرحلة ولكن سنكون معه يدا بيد من أجل إنجاز هذه الملفات والتي يقف على رأسها تحرير استكمال تحرير المحافظة كل ما عدا ذلك وكل ما همو الأخرى هي تبعا لتحرير واستكمال التحرير سنكون معه يدا بيد موقفنا من تعيين المحافظة القديد هو أننا في المشترك نبارك لدكتور المهندس أمين أحمد محمود بتعيينه محافظة لتعز ونهنئ ونهنئ أنفسنا ونهنئ ابناء تعز على هذا التعيين نرحب بالمحافظة القديد طبعا كونهم مكلف من الرئيس الجمهورية شرعيا طبعا المحافظة القديد سيكون هناك يعني متطلب من ابن تعز وتحرير محافظة تعز يأتي قرار التغيير في الوقت الذي تتعرض فيه أحيا وتعز وقرى عزلة الحيمة الواقعة في الريف الشامال الشرق للمدينة لقصف همجيا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة مخلفة أكثر من ثلاثين بين قتيل والجريخ في صفوف المدنيين كما تتعرض الحيمة أيضا ليبشع أنواع الانتهاكات من قبل مليشيا الحوث لإيرانية الانقلابية التي عجزت عن اجتياحها للأسبوع الثاني على التوالي الله الأمر تسير في الحيمة بأبشع الطرق ينتهكون الحريات ينتهكون في هناك تهجير قصف عشوائي على البيوت تفجير قامع في قرية الحدالي في القربة تفجير للبيوت قصف مدفعي لا يكاد يتوقف وأوضاع إنسانية مزرية بسبب الأعمال الإجرامية للمليشيات الحوثية الإرهابية وصمت الأمم المتحدة ارتياح كبير لقرار رئيس الجمهورية تعيين محافظ جديد لتعز وأمل كبير يحدو أبناء المحافظة بحلحلة الكثير من الملفات وأهمها الملفين الأمني والعسكري وصلت مال التحرير محمد الحذيفية الإخبارية تعز